التماثل حول محور ما كل هذه الأشكال يا سالم؟ لقد صممت ثلاثة نماذج لطائرات ورقية على شكل مضلعات واحتاج إلى تقسيم كل منها إلى نصفين متطابقين لتلوينهما بلونين مختلفين وكيف ستقوم بذلك؟ سأجرب سأرسم مستقيما يمر بالمركز وأحد رؤوس المضلع ثم سأقوم بطي المضلع فوق هذا المستقيم هذا جيد فالجزآن منطبقان تماما على بعضهما بعضا نعم وهذا يعني أن المضلع متماثل حول خط الطي ويسمى خط الطي محور تماثل يكون الشكل متماثلا حول محور إذا أمكن طيه فوق مستقيم يمر بالمركز ونتج عن ذلك نصفان متطابقان ولكن هل يمكننا رسم مستقيم آخر على المضلع بحيث يقسمه إلى نصفين متطابقين؟ دعنا نجرب يا خالد سنرسم مستقيما أفقيا يصل بين رأسين آخرين في المضلع ثم نقوم بطي المضلع بما أن الجزئين لم ينطبقا على بعضهما بعضا إذن فالمستقيم الأفقي ليس محور تماثل لهذا المضلع هذا صحيح وهكذا بالنسبة للنموذجين الآخرين المضلع السداسي غير المنتظم ومتوازي الأضلع فإنه للحصول على محور التماثل نقوم بطي المضلع بعدة طرق حتى نحصل على نصفين متطابقين ويكون خط الطي هو محور التماثل هذا يعني أن المضلع الأول له محور تماثل رأسي والمضلع السداسي غير المنتظم عند طيه بعدة طرق كان له محور تماثل رأسي وأفقي بالفعل ولكن عند طي متوازي الأضلع بأكثر من طريقة لم نحصل على نصفين متطابقين لهذا يعتبر متوازي الأضلع غير متماثل وليس له محور تماثل والآن هل يمكنك تحديد محاور التماثل لتلك النجمة الخماسية؟ سأحاول سأقوم بطي النجمة بعدة طرق وسأعد محاور التماثل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أي أن للنجمة الخماسية خمسة محاور تماثل أحدها رأسي وأربعة قطرية وهناك العديد من الأشياء في حياتنا لها محاور تماثل فمثلا للفراشة محور تماثل رأسي ولورقة الشجر محور تماثل رأسي وعالم دولة قطر له محور تماثل أفقي هذا صحيح معلومات قيمة يا سالم والآن هيا لنكمل تلوين الطائرات الورقية حسنا ولكن لنلخص أولا ما تعلمناه اليوم الشكل المتماثل حول محور هو الشكل الذي يمكن طيه فوق مستقيم يمر بالمركز بحيث يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين يسمى المستقيم الذي يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين محور التماثل بعض الأشكال لها محور تماثل واحد وبعضها الآخر له عدة محاور تماثل وهناك أشكال ليس لها محور تماثل شكل محور تماثل والآن صحيح شكل محور تماثل معلومات قيمة شكل محور تماثل شكل محور تماثل منظر